السلام عليكم قوانين في علم النفس تساعدك على تغيير حياتك واحد الراحة النفسية هذا ما يكون كان بالابتعاد عن الفوضى ابعد قدر الإمكان قانون الذكاء العقلي وهو اللي يخليك خليه شيء أو بشر أو غيره ابعد على قد ما تقدر قانون الاستغناء الأمور اللي ما حاشتكش باها واللي ماهيش ضرورية تتركها ابعدها تو ترتاح على كيف كيفك قانون تطوير الذات وهذا يسهل برشا ولكن ينزمنا نسعول على قد ما نقدر قلنا على خاطر القاعم عبي يخويا نطلع للقمة كيفاش نجب تطلع للقمة بالتميز بقانون التميز حاول أن تتميز بأي شيء مهما كان بسيطا تبدع في مجالك وأكيد راكم تميز في حاجة حاول تمارسها وتتطور شيئا فشيئا هذا ما يكون كان بقانون التحدي التحدي هاك الشيء وهاك الصعوبة وحاول يخويا وخصص له وقت ولكن بشكل يومي ولو كان عشرة دقائقة ما تحقرش الأمور هذا ما يكون كان زادا بقانون إدارة الوقت حسن إدارة الوقت إذا كان أحسنت إدارة الوقت فستغير حياتك حتما وما يكون ذلك إلا إذا كان طبقت قانون الأهداف يعني عندك أهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى وهكذا حدوا أهدافنا ونسعولها وما نحقروش حتى هدف هذا زادا يكون باحترام قانون الوعي الوعي بماذا؟ الوعي بذاتك وبالأحرى الوعي بالأخطاء انتاعك بش تحاول تصلحها قدر الإمكان لنذهب إلى قانون التعلم خويرك منزل تتعلم مهما كان العمر انتاعك ديما تتعلم وديما تسعى طريقة التعلم هذي كأمورك أنترنت تكتب وغير ومطالعة لكذلك ولكن ديما اتعلم لنصل إلى قانون التغيير كلنا يجب أن نطبق أو نسعى إلى قانون التغيير وبذلك تغير حياتك بحول الله عادل بن سلامة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا السلام عليكم